الأدبي من مدارس الوطن العربي الفاضلة حياكم الله في درس اليوم من كتاب النحو الصرف وهو التصغير ماذا نقصد بالتصغير؟ التصغير هو صيغة مخصوصة تطرأ على بنية الأسماء المعربة للدلالة على معاني تفهم من السياق ويكون التصغير في الاسم الثلاثي والرباعي والخماسي والاسم المركب الإضافي إذن فهو صيغة مخصوصة تطرأ على الأسماء المعربة لها دلالة تفهم من السياق ويكون كما أسلفنا في الاسم الثلاثي أي المكون من ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف أو خمسة أحرف والاسم المركب الإضافي كأن نقول عبد الرحمن لماذا نصغر؟ نصغر في اللغة العربية للوصول إلى دلالات ومعاني كأن نقول هذا كويتب وذاك شويعر فقد قصدت هنا بكويتب وشويعر الوصول إلى معنى التحقير وتقليل الشأن نحن عندما نصغر اسما ندل على مهنة نصل إلى معنى التحقير وتقليل الشأن من هذا التصغير أيضا نصغر للدلالة على التحبب كأن نصغر اسم العالمي مؤنثا كان أم مذكر نقول جاء عويمر ومررت بنويرة عويمر اسما نصغرا للدلالة على التحبب كذلك نويرة أيضا من المعاني التي نصل إليها أو الدلالات التي نصل إليها عندما نصغر تقليل العدد ويكون تقليل العدد إذا صغرنا جمعا كأن نقول دوريه مات دوريه مات تصغير مكبره دراهم وهي اسما دلة مصغرا دلة على تقليل العدد أيضا من المعاني التي قد نصل إليها في التصغير يعطى معنى تقريب الزمان والمكان كأن نصغر ظرفي الزمان والمكان نقول بعيد العصري تحيط الشجرة بعيد وتحيط اسمين مصغرين يدلان على تقريب الزمان في بعيد العصر أو تقريب المكان في تحيط الشجرة يقول التصغير أيضا للدلالة على تقليل الحجم كأن نصغر مفردا لغير العاقل نقول كتيب هذا كتيب جميل فكتيب هنا اسما مصغرا يدل على تقليل الحجم سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بتصغير الاسم الثلاثي الاسم الثلاثي هو الاسم المكون من ثلاثة أحرف يصغر الاسم الثلاثي المكون من ثلاثة أحرف على وزن فعيل فاء مضمومة عين مفتوحة وياء ساكنة ولام نعم في تصغير الاسم الثلاثي إذا كان هذا الاسم الثلاثي مؤنثا تأنيثا معنويا أي يخلو من علامات تأنيث لكنني أصف به مؤنث أو أطلقه على مؤنث أصغره بإضافة تأنيث إلى آخره على وزن فعيل انظروا إلى شمس عندما أريد تصغير شمس هذا الاسم مكون من ثلاثة حروف أضم الأول شو؟ أفتح الثاني ما الياء تكون ساكنة وهي فعيل ثم أضيف لام الاسم وهي اللام الشيء السين إذن تصبح شميس زائد إضافة تا التأنيث لأن هذا الاسم مؤنثا معنويا أن يخلو من علامات التأنيث فتصبح شميسة تصغير شمس هو شميسة شمس شميس على فعيل شميس على فعيل وإضافة تا التأنيث إلى آخر هذه الكلمة أيضا نصغر نفس على فعيل ثم نضيف لها تا التأنيث كأن نقول نفس نفيس ثم نفيسة صغر الأسماء الآتية كأس فرس بئر كأس تصغر على كؤيسة فريسة وبؤيرة أضفت تا التأنيث للدلالة على أن هذه الأسماء مؤنثا تأنيثا معنويا نقول هذه كأس وهذه فرس وهذه بئر وهذه شمس إذن في تصغير الاسم الثلاثي المؤنث تأنيثا معنويا يضاف إلى فعيل تا التأنيث لتصبح فعيلة وعند تصغير الاسم الثلاثي الذي يكون ثالث حروفه حرف علة سواء كان هذا حرف العلة واوا أو ياء أو ألفا يصغر بأن نقوم بقلب حرف العلة يقلب حرف العلة إلى ياء وتضغم بياء فعيل لتصبح ياءا واحدا مشددا انظروا إلى كلمة فتى إذا أردت أن أصغر كلمة فتى سأقوم بعد حروف هذه الكلمة فتى مكونة من ثلاثة حروف آخر حروف فتى أو ثالث حروف فتى هو ألف والألف من حروف العلة نقوم بقلب الألف إلى ياء فتصبح فتي ثم نضم الأول فتصبح فو ونفتح الثاني تا الياء الألف تقلب إلى ياء ثم نضيف ياء فعيل فتصبح فتي بتشديد الياء فتي أيضا انظروا في حلو اسم ثلاثي مكون من ثلاثة أحرف ثالث هذا الاسم الثلاثي هو الواو والواو من حروف العلة يقلب حرف العلة ياء فتصبح حلي ثم تضغم هذه الياء مع ياء فعيل لتصبح حلي بني بني أيضا اسم ثلاثي مكون من ثلاثة حروف ثالث هذه الحروف حرف علة وهو الياء هنا بما أن بما أن ثالث الحروف حرف ياء نضغم الياء بياء فعيل لتصبح بني بالتجديد إذن فتصغير الاسم الثلاثي الذي ثالثه هو حرف من حروف العلة يقلب هذا الحرف إلى ياء ثم تضغم هذه الياء بياء فعيل أيضا في تصغير الاسم الثلاثي المكون من حرفين الاسم الثلاثي المكون من حرفين نطلق عليه ثنائي لأنه مكون من حرفين ومحدوف الحرف الثالث أي محدوف اللام ونقصد باللام لام الميزان الصرفي نصغر الاسم الثلاثي المحدوف اللام بأن نرد الحرف المحدوف ويكون هذا الحرف المحدوف إما واوا أو ياء عند تصغير أخ أصلها أخو يقلب حرف العلة الواو إلى ياء ثم تضغم في ياء فعيل لتصبح أخي ثم تشدد فتصبح أخي كذلك في أب أصلها أبو يقلب حرف العلة ياء ثم تضغم في ياء فعيل لتصبح أبي بالتشديد أما عند تصغير الاسم الثلاثي الذي يكون ثاني حروفه ألفا نقوم برد هذه الألف إلى أصلها ويكون أصل هذه الألف واوا أو ياء لمعرفة أصل الألف نأتي بجمع الكلمة عند تصغير كلمة ناب وهي اسم ثلاثي ثانيه ألف نرد الألف إلى أصلها كيف سنعرف أصل هذه الألف نقول جمع ناب النياب فأصل الألف هو ياء إذن أصل الألف ياء وظهرت معنا في الجمع ونريد أن نصغر ناب فنقول ناب على وزن فعيل تصبح نييب ولا نضغب الياء بالياء لأن الأولى هي المتحركة والثانية هي الساكنة نحن نضغم عندما تكون الياء الأولى هي الساكنة والثانية هي المتحركة لكن في نييب الأولى متحركة والثانية ساكنة لذلك بقيت على حالها ولم تضغم أما في تصغير باب وهو اسم ثلاثي مكون ثلاثة حروف ثانية ألف نرد هذه الأصل الألف إلى أصلها كيف نعرف أصل هذه الألف بأن نأتي بجمع باب ما هو جمع باب؟ جمع باب أبواب إذن فأصل الألف هنا واوان وعلى وزن فعيل تصبح بويب بويب أما في تصغير الإسم الثلاثي المختوم بالزيادات وقصط بالزيادات الألف الممدودة أو الألف المقصورة أو التاء المربوطة أو الألف والنون على وزن فعيل ونعاملها معاملة الإسم الثلاثي ثم نرد الزيادات بعد التصغير إن أرد أن أصغر كلمة شجرة أو اسم شجرة فإنني أصغره على وزن فعيل باستثناء التاء المربوطة أقول شجرة شجير وثم أضيف التاء المربوطة فتصبح شجيرة عمران اسم ثلاثي يصغر على فعيل نقول عمر عمير ونضيف الألف والنون لتصبح عميران كذلك في شقراء شقير شقيراء بإرجاع الألف والهمزة الزائدتين سلم اسم ثلاثي يصغر على فعيل نقوم سلم سليم سليمة إذن عند تصغير الاسم الثلاثي المخضوم بالزيادات وهي الألف الممدودة أو المقصورة أو التاء المربوطة أو الألف والنون نصغرها على وزن فعيل ثم نرد الزيادات بعد التصغير نعم إليك عزيز الطالب عزيزة الطالبة هذه الأسئلة أرجو أن تقوموا بحلها وسأرسل لكم الإجابات إن شاء الله على المجموعة لكم مني كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر